السلام عليكم أنا هباب الخير ودي قناتي لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه هيوصل ليكم إشعارات بوصفاتي الجديدة وصفة اليوم بسيطة وسهلة جدا ومش بتاخد أي وقت تماما يده بنص ساعة بالزبط وهتكون جهزة معيكي وصفتنا هتكون عن لسباك جاتي بالميت بولز مكرونة أسباك جاتي مع كور اللحمة المفرومة وصوص الطماطم من أسهل وألز الأكلات اللي تتحضر في نص ساعة فقط يعني لو مستعجلة وعاوزة تطبخي حاجة حلوة مغزية وسريعة فالوصفة دي علشانك طعمها يجنن وشكلها بيكون شيك وتحفى قوي كده مش هتبطلي تعمليها يلا بينا نبدأ لكن الأول حب أفكركم ما تنسوش اللايك أول حاجة حضر كرات اللحمة في طبق أعميك هضيف نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليه حبة بصل مفرومة ناعم عليهم نص كبايد وقصو مات بيضة ملح فلفل أسود والسبع بهرات هبدأ أعجن كويس جدا مش أقل من خمس دقيق لحد ما أنسجة اللحمة تتدخل مع بعض هبدأ أشكل اللحمة لكرات صغيرة أو متوسطة اختاري الحجم اللي تحبيه كده أنا خلصت هدخلها التلاجة ترتاح خمس دقايق وفي الوقت ده هسلو الماكارونا عندي ماية سخنة هضيفيها مكارونا سباجاتي وملح وفي طاقة هضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون أو أي نوع زيت تحبيه عليها هضيف معلقة زبدة صغيرة ده النوع اللي بستخدمه علشان سألتوني عليه دي زبدة غير مملحة وصحية جدا أول ما الزبدة تدوب تماما هضيف كرات اللحمة وأقلب فيها لحد ما تستوي كويس وتتحمل هشي للكفتة واسبها على جنب وفي نفس الطاقة هضيف معلقة صغيرة من التوم المفروم وعليها ثلاث معلق كبيرة من بيوريت تماطم أو سلسة تماطم وقلبهم كويس مع بعض هضيف أربع حبات تماطم قشرتهم وقطعتهم مكعبات صغيرة وقلب لحد مكوام التوم يبقى بالشكل ده دلوقت هضيف كوب بيتين من الشربة السخنة أو الماء السخنة عادي أول ما سوس الطماطم يبدأ يغلي هضيف كرات اللحمة واسيب كرات اللحمة مع سوس الطماطم على نار هادية لمدة 10 دقايق بس وفي طاقة تانية هضيف معلقتين من زيت الزتون زيت الزتون غير إنه صحي لكن الوصفة دي بتكون حلوة قوي بيه وعلى زيت الزتون هضيف المكارونة المسلوقة تاخد تشويحة خفيفة هجيب بقى كرات اللحمة مع سوس الطماطم وضفهم على المكارونة واسبهم كده لمدة دقيقتين على النار بعد كده هضيف نار وزين بشوية كسبرة وبس خلاص كده بصفتنا خلصت طعمها تحفة قوي يعني وخفيفة جدا سهلة ونجحة وتنقذك لو عاوزة قتلة سريعة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا أتمنى من قلبي تكون الوصفة عجبتكم هتلاقوا المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو كمان هتلاقوا لينكات الصفحات الخاصة بي على الفيسبوك باسم هباب الخير والبيجي التاني باسم همي تابعوني عليهم هتلاقوا عليهم كل الوصفات اللي بتحبوها كمان صفحتي على الانستجرام باسم هباب الخير وما تنسوش تكتبولي رأيكم في كومنت تحت الفيديو ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تعاملوا لايك للفيديو ده تشتركوا في القناة واتفعلوا جرس التنبيه هيوصل لكم إشعارات بوصفاتي الجديدة أشوفكم على خير وصفة اليوم جديدة ومشهورة بتعامها اللذيذ لما جربتها أول مرة ودقت طعمها الجميل قلت لازم عملها ليكم علشان تجربوها وصفتنا هتكون عبارة عن صنية الدجاج بكرات البطاطس وصفة ممتازة وفيها كل حاجة بروتين خضار كارب يعني مش هتحتاج تقدمي جنبها أصناف تقيلة هي فيها كل حاجة وطعمها يعني خطير جدا ترجمة نانسي قنقر